السلام عليكم أعزاء المشاهدين مرحباً بالجميع في قناتنا أشخبارنا في فيديو جديد صالح العاروري تعرف على نائب رئيس حماس الذي اغتالته إسرائيل بلبنان سياسي فلسطيني والرجل الثاني في حركة المقاومة الإسلامية حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ عام 2017 ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وقضى ثمانية عشر عاماً في سجون الاحتلال اتهمته إسرائيل بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة في الضفة الغربية واغتالته مساء في 2 يناير كانون الثاني 2021 وأدرج العاروري على القائمة الأمريكية لا الإرهابيين الدوليين عام 2015 وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية ما يبلغ خمسة ملايين دولار عام 2018 مقابل من يدلي بمعلومات عنه عبر برنامجها مكافآت من أجل العدالة تابعت المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا سنسعد بي اشتراكك في القناة واعجبك بي القصة ومشاركتها والتعليقك عليها المولد والنشأة ولد صالح محمد سليمان العاروري عام 1966 ببلدة عارورة الواقعة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية الدراسة والتكوين تلقى تعليمه الابتدائية والإعدادي والثانوي في فلسطين وحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل بالضفة الغربية الوظائف والمسؤوليات تقلد العاروري العديد من الوظائف المهمة داخل حركة حماس من بينها عضويته منذ عام 2010 في مكتبها السياسي قبل أن يختار نائبا لرئيس المكتب السياسي في الخامس من أكتوبر عام 2017 ويعاد انتخابه يوم 31 يوليو تموز 2021 مع توليه رئاسة الحركة في الضفة الغربية تجربة والمسار التحق العاروري بالعمل الإسلامي في سن مبكرة وانضم لجماعة الإخوان المسلمين وقاد العمل الطلابي الإسلامي في جامعة الخليل منذ عام 1985 حتى الاعتقاله عام 1991 والتحق بحركة حماس بعد تأسيسها أواخر عام 1987 وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1990 و1992 اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا دون محاكمة فترات محدودة على خلفية نشاطه في حركة حماس حيث شارك خلال تلك الفترة في تأسيس جهاز الحركة العسكري وتشكيله في الضفة الغربية مما أسهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة عام 1992 وفي العام نفسه 1992 أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة ثم أفرج عنه عام 2007 لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة ثلاثة سنوات حتى عام 2010 حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين وبعد الإفراج عنه تم ترحيله إلى سوريا التي استقر فيها ثلاثة سنوات ثم غادرها إلى تركيا في فبراير شباط 2012 بعد اندلاع الثورة السورية ثم انتقل ليستقر بلبنان اتهمته إسرائيل عام 2014 بالتخطيط لخطف وقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية وهذا الأمر كان من الأسباب التي جعلت الاحتلال يشن حربه على غزة عام 2014 وفي الخامس من أكتوبر تشرين الأول 2017 انتخب العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقالت مصادر في الحركة للأناظول إن الانتخاب بدأت قبل ذلك بعدة أيام وانتهى فجر الخميس الخامس من أكتوبر تشرين الأول 2017 وإن الاقتراع تم من قبل مجلس الشورى العام للحركة الذي يضم ممثلين عن ثلاث مناطق هي الضفة الغربية واقطاع غزة وخارج فلسطين وبدأت الانتخابات الداخلية لحركة حماس في الثالث من فبراير شباط 2017 على عدة مراحل وأسفرت عن انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة هدم الاحتلال منزل العاروري يوم واحد وثلاثين أكتوبر تشرين الأول 2023 بالمتفجرات في منطقة عارورة بالضفة الغربية المحتلة وكان قبلها قد اعتقل عشرون شخصا في الخمسة وعشرون من الشهر نفسه من بينهم شقيق العاروري وتسعة من أبناء أخيه اتهمت إسرائيل العاروري بإشرافه على هجمات حركة حماس من الضفة العربية ودعمه الفلسطينيين للرد على هجوم إسرائيل البري والجوي على غزة شارك في المفاوضات المعلنة لتبادل الأسرة مع إسرائيل في الهدنة الإنسانية المؤقتة عقب العدوان الإسرائيلي على غزة يوم تسعة أكتوبر تشرين الأول 2023 وأعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي في مقابلة مع قناة الجزيرة إنه لن يتم تبادل المزيد من الأسرة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الاغتيال ومساء يوم الثلاثاء الثاني من يناير كانون الثاني 2024 قالت حركة حماس إن العروري اغتيل في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مبنى يضم مكتبا للحركة في بيروت وأضافت الحركة أن اثنين من قادة كتائب القسام استشهداء أيضا في الهجوم في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول دفاع أميركي أن إسرائيل هي المسؤولة عن عملية الاغتيال هذه ومن جهته قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بني مين نتنياهو طالب وزراء حكومته بعدم التعليق على اغتيال العاروري ترجمة نانسي قنقر